أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف السين سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف السين السمك المشوي سبح سكر ووسيم في البحر استاد الجد ياسين سمكة كبيرة تناولت الأسرة السمك المشوي وعند غروب الشمس عاد الجميع النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل روحة حرف السين وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة وتنتقل إلى قصة حرف السين بعنوان السلحفات سريعة ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة السلحفات سريعة وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد قصة السلحفات سريعة بلغتك الخاصة ثم عليك الانتقال إلى ورقة نشاط أبحث عن حرف السين تبحث عن حرف السين في الكلمات المعروضة أمامك بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيامة بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز حرف السين وتمييز صوت حرف السين اسم الحرف سين صوت الحرف س وأيضا عليك نطق حرف السين مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة س س س ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف السين مع المدود الطويلة الألف الواو الياء س س س وأيضا عليك عزيزي المطلع أن تقوم بوضع دائرة حول الصورة التي تحوي في اسمها صوت حرف السين سيارة سبورة وهنا عزيزي المجازف عليك القيام برحلة استكشافية مع السلحفات سريعة حيث ستذهب معها من نقطة البداية تنطلقون معا وتبحثون في الصور الموجودة أمامكم عن الصور التي تحتوي في اسمها صوت حرف السين ساعة وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف السين هي مهمة مهارة الكتابة هنا عزيزي المتعلم الصغير في هذه الصفحة عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف السين منفصلا وحرف السين في بداية الكلمة وأيضا حرف السين مع المدود الطويلة سا سو سي بالشكل والاتجاه الصحيحين أحبة الصغار هذا كل ما لدينا لهذا الأسبوع في درس حرف السين أسعدتم أوقاتاً ترجمة نانسي قنقر